في هذا الفيديو بحط لكم أقوى ألعاب موجودة على الأبل آركيد وطبعا الألعاب تشتغل على الآيفون والآيباد أو حتى الأبل تيفي وتدعم يد البلايستيشن فايف والإكس بوكس وتسعين بالمئة من الألعاب اللي بستعرضها لكم اليوم تدعم اللغة العربية معاكم أدها من جيم تيك وخلونا نبدأ بس عرض لكم الألعاب اليوم على الآيباد من الجديد اللي يملك معالج A15 مثل الموجود في الآيفون 13 ويعتبر حاليا أقوى معالج رسومات في الأجهزة الذكية وفي كل الألعاب اللي بذكرها لكم اليوم كل اللي كنت أسوي أشغل اللعبة وحطها على أعدادات وأبدأ وأول لعبة هي World of Demons من بلاتينيوم جيمز مطورين ألعاب قوية مثل نير أوتوماتا World of Demons لعبة أكشن ومغامرات من منظور الشخص الثالث وتجري أحداثها في اليابان عن صراع بين الساموراي وبحوش اليوكاي برسومات فنية حلوة واللعبة مقسمة على مراحل كل مرحلة بيكون عندك خريطة تيمشي فيها وتقاتل اليوكاي وأسلوب قتال ممتع بتستخدم فيه السيف وتضرب وتدفاد الأعداء وتستخدم اليوكاي الخاص فيك وفيه شخصيات ثانية بتلعب فيها غير الشخصية الأساسية ولكل واحد أسلوب قتال مختلف بتلعب وتقاتل وتستكشف المراحل ثاني لعبة هي Oceanhorn 2 هذه اللعبة مقتبسة بشكل كبير من اللعبة الشهيرة The Legend of Zelda وهي لعبة أكشن ومغامرات في عالم مفتوح وتحكي قصة فارس يحاول يوحد كل قبائل العالم علشان يقضي على شيطان وكل أتباعة أسلوب اللعب جميل تضرب وتصد وتدفاد الأعداء وتستخدم المسدسات وتتجول في العالم وتتسلق وتستكشف برسومات اللعبة الحلوة والمميزة وأنصح الكل يجربها لأنها فعلا من أمتع الألعاب اللي جربتها ثالث لعبة هي The Pathless لعبة أكشن مغامرات صدرت على البلايستيشن والبي سي ومتوفرة بعد على الأبل آركيد تلعب بشخصية صيادة تحاول تحل السلام بالعالم بعد ما انحجزت كل الآلهة الأربعة على يد وحش يسمي نفسها God Slayer وإنت مهمتك أنك تحررهم وتستخدم قوتهم علشان تهزمها وتلعب في عالم مفتوح لك حرية الاستكشاف فيه ومعاك سهم تستخدمها في القتال ويساعدك في التنقل بسرعة في خريطة اللعبة اللعبة حلوة وفيها أفكار جميلة وبسيطة وأنصح الكل أن يجربها رابع لعبة هي Samurai Jack Battle Through Time قصة اللعبة بتكون بالسفر عبر الزمن بين الماضي والحاضر والمستقبل حتى تقدر تقضي على العدو الرئيسي آكو واللعبة فيها تنوع ممتاز من ناحية الأسلحة عندك السيف والرمح والمسدسات والخناجر وغيرها من الأسلحة اللي تقدر تطورها وفي شجرة مهارات تطورها مع تقدمك في اللعبة والقتال فيها بصراحة ممتع وما توقعت يكون بهذا المستوى الحلو والمسلي صح أن فيه تكرار في الأعداء الصغار لكن قتال الزعماء كان مميز وممتع خامس لعبة Fantation لعبة من قيادة الأب الروحي لألعاب Final Fantasy والدور قصته حول ليو اللي فقط ذاكرته ولقى نفسه في مكان كله أسلحة متطورة فيحاول بمساعدة اثنين آليين بالخروج من هذا المكان والعودة إلى عالم البشر بعالم رسوماته مصنوعة يدويا من مجسمات غريبة لكن عجبتني فكرتها واللعبة بتعجب الناس اللي يحبون ألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية اللي تواجه فيها الأداء وتضرب ثم يجي دورهم ويضربون وآخر لعبة هي Sonic Racing لعبة سباق سيارات تتعاون فيها مع فريقك المكون من ثلاثة ضد ثلاثة اللعبة فيها حلبات متنوعة ولعب أولاين مع الأصدقاء وتحديات وأسلوب قيادة ممتع صح أن في بعض الأحيان تحس بملل لكن بشكل عام حلوة ومضحكة مع الأصدقاء هذه كانت قائمة الألعاب اكتبوا لي في التعليقات أكثر ألعاب مسلية تشوفونها على الجوال ترجمة نانسي قنقر